اشتركوا في القناة وكمان هنعرف مع طبيبنا ودكتورنا اللي منورنا في الستوديو ازاي نعالج الصداع بدون مسكنات معظفنا الدكتور محمد الحايك اختصاصي العلاج الفيزيائي اهلا محاك يا دكتور في البداية قبل ما نخشف موضوعنا والصداع وقلام الرأس احنا حابين نبارك لحضرتك احنا عارفين ان خطبة حضرتك كانت امس الله يبارك في عملك يا رب الله يخليك بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بعينكم وفي خير الله يسمك ان شاء الله يا رب يعني دي تهنئة على الهواء الدكتور محمد النهاردة على فكرة الدكتور محمد اول مرة بيشرفنا وبسايدنا فجايلنا بخبر جميل فيازم ان احنا نهنيه ونبارك له يعني وخطيبته خطيبت حالك اسمها ايه؟ احسان احسان احنا بنبعد تهنئة على الهواء حالية من المسكة ام ومن حلوة الحياة لإحسان بالقولها الف الف مبروك ويا رب العمر كله ويا رب السعادة مع بعض الله يخليك يا رب الله يساعدك يا رب نبدأ في موضوعنا تمام ويا رب ما يجيب ألام الرأس بق ليكم ان شاء الله انت مرحلة جديدة ان شاء الله يا رب طيب دكتور في البداية احنا حابين نعرف الناس ايه هو الصداع خلينا نعمل توصيف لوجع الرأس او الصداع والكل وجع في الرأس نقول علينا هو الصداع بالنسبة للصداع اذا احنا بننعرفه بشكل علمي له اكتر من عشر تعاريفة فنحن بننعطيه بشكل بسيط جميل ان بحيث لما اي شخص ايه عنده هذا الالم يعرف ان هذا الالم عنده صداع الصداع هو عبارة عن الام في جزء من الرأس او في ناحية من الرأس يعني بيكون اما الام جانبي او بيكون الام امامي او بيكون خلفي او بيكون النوع الثالث اللي هو الالم المرافق لكامل الرأس اللي بيبلش من منطقة الفروة والناحية الخلفية بالنسبة للصداع بيمكننا ان احنا نحدده ان كيف يجي اما بيجي بفترات متقطعة اما بيجي بحالة مستمرة فترة فترات متقطعة امكان اثنين ثلاثة خمسة عشر ضغي المستمر اللي بس استمر عنه اكتر من ساعة في اليوم الواحد فهذا يعتبر مستمر اه يعني انا لو جالي صداع والساعة دي انا ما خدش حاجة يعني ما خدش لمسكن ولا حاجة وهو مستمر معايا صداع في الحالة دي التوصيف بتاعنا هو صداع مرض هنا في الحالة دي اعتبر مرض او شكوى لما بنعتبره مرض او شكوى انه عب بيستمر لفترة طويلة باليوم ساعة او ساعتين لعدة ايام ما بين عشد ايام حتى ثلاثة اسابيع تمام تمام اذا ده توصيف الصداع طيب هل الصداع سببه راسي هل لو انا والدي او والدي او حد في العيلة عنده الصداع ده صداع مزمن هل بالطبيعي ان انا اطلع زيهم بالبداية نحن بدنا نعرف شو هي اسباب الصداع حتى نحن بعدين بيمكان ان نحن نشخصه هل هو وراسي هل هو غير وراسي وطبعا حالات الصداع الوراسية بتكون جدا جدا نادرة بالنسبة لاسباب الصداع اللي اول مشكلة هي المشكلة الكبرى هي قلة النوم نعم يعني شخص طبيعي لازم ينام بين السبعة حتى اثنين ساعات نحن ما شاء الله الكل عاب يشتغل الكل عنده ضغطات وعاد عبنا من خمسة حتى ست ساعات عمير بقول لنا كمان اللي قاعد على الكمبيوتر كتير والموبايلات ايه انا هلها رحكي له ياها جاي لك في السكة يا عمير يا استاذ عمير رحكي لك ياها في عنا العصبية والتوتر والاكتئاب يعني نحن كل عدنا هلها عمر بضغطات أغلب الناس فأي توتر ايه بيحصل لفترة طويلة ومنفكر فيه فهذا الشي رح يسبب له الصداء ممتاز عن قلة سوائل وهي كتير عالم هاي المعلومات التي من الناس ما بتعرفها يعني قلة السوائل لما ايه شخص بيشرب كمية الماء يعني تكون قليلة أقل من واحد لتر يوميا هذا الشي رح يسبب له صداء ورح يسبب له وهن عضلي يعني كتير عام تسألني انا رأسي عبو جاني يتلو انت بسألو اليوم انت شربت الماء بقول لي لا طبيعي عندك صداء اكيد في عنا تنول بعد مواد الحافظة وهي بتصير عن مجموعة من الناس اللي هي مثلا العصائر الموجودة بالماركت كذا في فئة من الناس ولكن قليلة لما بتشربه بسبب له كمان صداء هذا بيكون سببه المواد الحافظة الموجودة بالعصائر جميل في عنا كمان تشنج والتصلب عضلات الفكين يعني بأي سبب من الأسباب يا اما مشكلة بالدرس يا اما مشكلة بالفك يا اما حتى مشكلة بأعصاب الوجه لما بتحدث ان هي بتسبب كمان صداء والمشكلة الاكبر اللي هلن احنا بنعاني يكملنا كله اتنا او انا اول واحدة هي نقص مادة الكافية اه لهو الشاي او القهوة ايوا او لما شربتوش يجيلي صداء على طول ايه مباشرة اذا ده في الصيام اول يوم صيام لما بنكون صايمين صداء رهيب ايه انا عانيت منه كتير فهم الله الكل انه لما الشخص ما بيشرب قهوة او او مسلا شاي لفترة طويلة بلشت نرفز بعد بقول لك انا راسي عبو جاني طيب دكتور فيه كده هوت يعني اه توصيف دارك ما بيننا احنا كافراد عاديين مش متخصصين يقولك لو الصداع كان في مقدمة الرأسي من هنا يبقى ده اللي تنوم انت مش نايم كويس او قاعد على قدام الكوميتر كتير لو الصداع في مؤخرة الرأس من وراء من خلفه من الرأس ده يعتبر ضغط قواتي في الحالة يجب تاخد ادوية ضغط هالي الكلام ده صح لا مو صحيح وانا على راحاتي التوصيف الصحيح لهم الامور كلا مثلا في عنا صداع الجانبي الصداع الجانبي بيكون سببه التهاب الازون الوسطى الجانبي لهو بيعليقين بين الرأس ايوه على جانبي الرأس الصداع الامامي الصداع الامامي بيكون سببه الضغط او بيكون سببه التهاب الجيوب الانفية اذا الصداع اللي في مقدمة الرأسي ده ممكن يكون جيوب انفية ايوه او ضغط كمان تمام وهدون نحن رح نحكي عنهم كلها بالتفصيل في عنا كمان ولاحظة كتير من المجتمع ما بيعرفوها اللي هي الأدوية بتسبب صداء يعني فيه كتير أدوية نحن بناخدها ما حدا بيرى النشرة الطبية تبعيتها بيكون من أثار الجانبية إنها بتسبب صداء أقياق غسين فبيجي واحد بياخدها ويقوليها رأس عبو جاني كتير فلما بيرى النشرة الطبية طلع من الأثار الجانبية المحتملة إنها هي بتكون صداء فهذا الشيء كمان بيسبب مشكلة فيها أنا كمان مثل ما قال الأستاذ عميري هي وضع الرأس لفترة طويلة بوضع سابت فكرة أنت تكون قادة على قدام الكمبيوتر أو مسك الموبايل بتاعك وبتلعب جيمس صح هل الموضوع وضع الرأس بفترة طويلة راح أحكي معه بآخر الفقرة موضوع كتير مهم بدي أشرح بشان يكون عند الأصدقاء المتابعين تفكر عنه بشان يحموا حالهم جميع راح أتطرق بس لأنواع الصداء بشكل سريع اللي هو صداء التوتر بسبب الضغط عنا صداء علم الأسنان بالنسبة لصداء التوتر هو بيكون على جانبي الرأس أو فروة الرأس يعني المنطقة العلوية صداء علم الأسنان أنه هو بيكون صداء جانبي في عنا الصداء الصباحي لما بكون واحد متوتر ونام كما بيقولوا بالعامية بيضغط على سنينه أو بيكزع على سنينه وأسناء النوم أيه صحيح فهذا لما بيسحب بيكون فهو في عنده ألم رأس ألم رأس صباحي بيكون كتير مزعج في عنا كمان صداء مع بعض الأكل هذا كتير مهم لازم يعرفوا أنه بيكون فيها لعدة أسباب وعلى هالأسباب لازم يراجع الطبيب فورا عن أنه انخفاض المفاجئ الصداء مع بعض الأكل بيكون واحد من الأسباب هو انخفاض المفاجئ في مستوى السكر بالطعام يعني لما الواحد عم بيأكل بيحرض البنكرياس على أن يفرز مادة الأنسولين فملاقي مستوى السكر عنده كتير غلط في عنا كمان الصداء على الرأس المرتبط بارتفاع مستوى الضغط وخاصة اللي بيحبوا الملح كتير صحيح فبيأكلوا كميات طعام بتكون كبيرة نسبيا مع كمية كتير عالية من الملح فبيلاقي مباشرة تنصر عنده الصداء في ناس من الجو يعني مع ذرا سلام قطعتك يا دكتور في ناس ممكن لو في رحة معينة في الجو ممكن يجي له الصداء يحس إن الصداء فيه زي ألم أو وجع خط مر في رأسه تمام هل ممكن تكون برضو تأثير عملة الجوية بتؤثر على الرأس طمعا جيد بالنسبة لارتفاع لصداء بسبب ارتفاع الضغط هو بيكون صداء أمامي في الناحية الأمامية من الرأس والليه لازم كي المتابعين ينتبهوا عليه في صداء بقول لي الشخص أنا عم باكل أكلت أكلة معينة بعد ما أكلت صار عندي صداء شديد بسبب عدم المتابعة الطبية في كتير الناس بيكون عندهم حساسية أو شيء اسمه عدم تحمل اللاكتوز أو عدم تحمل الجلوتين فلما بيأكل أي أكلة بتحتوي على هاي المادتين بسبب له ألم فلازم يكون كتير حريص أني لما بيأكل أكلة محددة أو تسبب له ألم خلي يعرف السبب هو فإذا كان عنده حساسية من أي مادة بشأن يوقفها تمام جميل وفي الصداء النصفي اللي بيصير بسبب تناول الشوكولات هل الصداء النصف كله بيكون سبب الشوكولات؟ لا 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 هذا نوع من أنواع الصداء النصفي ولكن بيكون خفيف ممت للشقيقة بيكون خفيف سبب هو بيكون تناول الشوكولات أو اللبن وهذا بيصير عم يقارب العشرين بالمية من متابعينها خلينا نروح نتكلم في العلاجات لأنه هو العلاج تقريبا هو اللي الناس كلها بتبحث عنه زي ما قلنا في البداية أن أي حد توجعه رأسه يما بيلجأ للأهوة يشرب فنجان أهوة يما بيلجأ على طول المسكن وهذا أسهل لنا برول أو بندول أو الأدوية المتعرفة عليها في المسكنات لكن طبعا حيك عارف أكيد مخاطر المسكنات فهل في علاج طبيعي لفكرة العلاج الصدع هل التدليك هل تمارين معينة للرأس ممكن تتعامل في الصدع يخف طبعا أفضل علاج الصدع هو إلغاء المسبب نحن حكينا هل عن كتير أسباب التوتر التدخين القهوة الملح بالطعام انخفاض السكر فأنت أول شي بدك تعرف شو السبب وعلى أساسه أني أنت تعالج نفسك وهذا أفضل علاج لأن كل أدوية الموجودة بالسوق ما نبلش حتى بالبراسيتامول هي مسكة مؤقت صحيح يعني نحن بس خلصنا من فترة الصدع بعد راح بس أنا بدأ نوه على الصدع الخلفي الخلف الرأس أيها صدع خلف الرأس الموجودة عن أكد بين أربعين لخمسين بالمئة من المجتمع شو بيكون السبب السبب هو بيكون تشنج بعضلات الرقابة وخاصة بعضل الإسمال الترابيزوس فهي العضلة شو بتعمل لما عبتتشنج عب بيصير فيها شد من ناحية المنشأ اللي هي خلف الرأس مباشرة فعبتعمل شد لفروة الرأس بس عملت شد لفروة الرأس راح تسبب ألم كتير 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 مزعج ولما بيأخذ مسكنات مرة يرتاح هو عمير بيسأل سؤال هل الوجع ده بيكون أحيانا بيكون يوم يسعد بالأسبوع طبعا المتواجد حاليا عند أغلب متابعينا بيكون يومي والمعدل الطبيعي المفترض يكون ازاي الشخص الطبيعي اللي هم عنده الشكوى مرضية بالنسبة للصدع الخلفي ما رح يكون عنده صدع خلفي يعني هاي العضلة عضلات الرقبة بس كانت مرتخية وبس كانت بيوضع الطبيعي ما رح تسبب له صدع خلفي جيد ولكن كتير من متابعيني بيجوا بيشتكوا منها فأني أنا رح أطلب منهم الطلبين أول نقطة أني يعملوا تمارين تمطيط العضلات الرقبة هي موجودة بس يكتبوا على اليوتيوب حتى تمارين تمطيط بتكون لطيفة بمعدلات دقائق يوميا بالإضافة وأتبقى الدنيا قدوا على اللابتوب أو الدنيا قدوا على على الكمبيوتر أي شي ممرستر عمد لحمة أو باكنة الخياطة اللي هو شغال في مكان بدي يكون الكرسي تابعا صحي بدي يكون بنا نبلش الصحي من منطقة القطنية اللي هي أسفل الظهر فبس كان موجود بشكل بس كانت وضعية الجلوس تبعيته صحية بشكل كامل هداك الوقت ما رح يصير فيه عنده تشنج أبادا فرا ما رح يكون طيب بس يا دكتور أحيانا بيقول ما ينفعش أننا نمارس تمارين من على اليوتيوب الواحدين يعني ممكن تجيب مشكلة أكبر إن أنا أحرك العضلة بشكل غلط هل في الحالة دي الأفضل إن أنا أروح لطبيب وأعرف منه التمرين الصح وبعد كده أبتدي أنفس في البيت عشان حتى أتابع معاه ولا ألجأ لنفسي على اليوتيوب بسرعة لما بيستمر الألم من عشد أيام حتى العشرين يوم بالنسبة للصداع الخلفي بدي يروح لعن الطبيب مباشرة ولما نحن حكينا عن أنواع الصداع وأشكاله وين بتصير هو بديو يعرف سبب المشكلة وأغلب الحالات بديو نعرف سبب المشكلة عن طريق مراجعة الطبيب حسرا إذن إذن الدكتور محمد بيقول لنا لو الصداع استمر من عشرة أيام للخمستاشر يوم لازم نتوجه للطبيب طيب غدا بتسأل سؤال بتقول بالنسبة للصداع في منتصف الرأس مع العلم أنها بتشرب شيء كتير ولكنها بتعاني من ضغط عالي في الحالة دي الضغط هو السبب في الصداع المستمر عندها طبعا الضغط العالي هو بيسبب ألم في مقدمة الرأس ولكن ينتشر حتى منتصف الرأس لما بارتفع كتير طيب محمد بيقول لنا أنا أخويا أكل طرب كتير براسه تقريبا ضرب يعني وهلك كبير هو كبير وهل الشي صار عشر سنين وكل فترة عم يوجع رأسه هل ده بيكون أثر عليه شيء أخوه الضرب كتير على رأسه وهو صغير ودلوقتي يوصل عنده عشر سنين هل الضرب ده بيكون أثر عليه في رأسه وعمله مشكلة يبقى إذاً لازم أنه هو يرجع ويعمل بحوصات أو أشعر أكيد طبعا تمام يريت يا محمد تنفذ النصيحة دي عشان سلامت أخوك آآ سمر أو سمير بيقول إزاي أعرف أن أنا قاعد قاعدة صحية على الماكينة هو تقريبا بيشتغل على ماكينة خياطة فإزاي يقدر أنه يبقى أكون عارف أنه قاعد صح أنت لو معنا على البس المباشر حاليا أن الدكتور محمد هيوارك الشكل السليم للقاعدة يعني شوفها معنا هو هيحكيها برضو يا صديقي بالنسبة للشكل الصحيح للكرسي لا أنت بتعرف العمود الفقري نحن عنها فيه له انحناء طبيعي يعني هو ما مستقيم بشكل كامل فالنقطة الأهم أنت وقت بدك تقعد على الكرسي تكون المنطقة السفلية من العمود الفقري مليانة يعني أنت بكل بساطة إزاي كان الكرسي عندك مستقيم بزاوية قائمة أنت تجيب مخدة صغيرة حتى في منطقة أسفل وخلف الظهر فأنت لما تعود راح تلاقي الضغط خف كتير 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 على العمود الفقري وبهالحالة أنت بتحسن تقعد لساعة طويلة بدون ما تأذي ظهرك يبقى إذن هو يجيب مخدة ويحطها في المنطقة الأسفل الظهر اللي هي أكتر منطقة بتتعبنا كلنا بسبب أن نحن نكون قاعدين قاعدة غلط أو وقفين وقفة لمدة كبيرة وهي بيكون إلا سبب كتير كبير على المنطقة الرقبية اللي هي بتسبب كمان صدع إذن الظهر بالرقبة ممكن توصل لنا للدماغ فوق طبعا كله مرتبط به بعده جيد جدا طيب دكتور لأن الوقت بيمر سريعا حابين أن نحن نقول رشدة صحية وطبية علاجية للتعامل مع الصدع التوتر ونحاول نهدى إنه حاولنا ننم وبعده صحية وعندنا صدع ففي الحالة دي نعالجي زي الأمر لما نحن عملنا بشكل سليم لفترات جيدية وخففنا التوتر وعملنا كنترول للتدخين واحد اثنين للمنبهات سادقين أكتر من تسعين بالمية من أسباب ألم الرأس والصدع اختفت مضى لشي بالإضافة طبعا للجلوس الصحيح أيوة يعني إذن البعد عن التوتر البعد عن التدخين الأكل الصحي والسليم شرب الماء دي أهم عناصر مهمة طيب البعد كان يقول بالتدليق للرأس تمام إزاي طريقة التدليق السليمة للرأس في كتير من الأحيان بأسباب الصدع لما نحن بدنا نعمل طريقة التدليق للرأس ما را يستفيد يعني هلأ تدليق للرأس قمت بيكون بفيد بحالات مثلا التشنج العضلي اللي عبر سبب الصدع الخلفي هداك اللوقت تدليق المنطقة الخلفية للرأس راح يفيده لأنه عاب بيعمل إرخاء للعضلات ولكن ارتفاع الضغط يعني إزا كان ضغط المشكلة ما بكون علاعة بالرأس بيكون علاعة بالتروية الدموية طبعا عضوي فمهما عمل تدليق مئة سنة ما را يستفيد مش هيستفيد طبعا حتى انخفاض السكر كمان كذاك الأمر والجيوب الأنفية كمان كذاك الأمر والتهاب الأسنان وتنخر الأسنان كذاك الأمر مرة يستفيد يبقى إذن ما ينفعش يعني خلاصة الأمر ما ينفعش كل ما يجيلي واجع في رأسي أرحمة غدا مسكن من نفسي لأنه يكون في مشكلة تانية طبعا يا أسنان يا ظهر يا إمة جيوب أنفية يعني معلمات مهمة وقيمة يا دكتور محمد وإن شاء الله نستفيد بحيك في أعلام الظهر بقى نفرد لها حلقة قادمة بإذن الله مرة كافية حتى حلقة بدي حلقة ترجمة نانسي قنقر